السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا أخوان عساكم طيبين إن شاء الله تكونوا بصحة السلام بل في خير أول شي صلوا على رسول الله اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله ما قطعنا اليوم أفخم وأفضل خمسة ملابس مهكرة شخصية البنت بحذف شخصية بحذف ملابس زي ما نزلنا للولد راح ننزل للبنت بإذن الله لا أطول عليكم في مقدمة المقطع أهم شي لا تنسون تشيكون لجميع الروابط اللي في الوصف ولا تنسون تخشون متجري وكذلك بظهر لكم كود الأتم شوب فأتمنى الكل يدعمني في فورتنايت وإذا حابت تابعني عن طريق السناب بحط لكم البركود ظاهر أمامكم في الشاشة وبس هذا اللي كان عندي فقبل أن نبدأ لا تنسون الاشتراك والنشر اللايك ودستايك راح يعبر عن رأيكم في النهاية فخلنا نبدأ في خطوات القليج ورجعنا لكم مرة ثانية يا أساطير أول شي حاب أقول لكم عن المتجر حقي وفرت فيه خدمات فإذا حابت استفسر عن أي خدمة بالخدمات بحط لكم الرابط تحت في صندوق الوصف أول شي راح أقول لكم متطلبات وبعدها راح نبدأ في الشرح أول شي يا أساطير راح تحط فلوسك كلها في البنك تمام عشان نقدر نستخدمها في الشخصية الثانية اثنين راح نحذف الشخصية الثانية واللي هي راح تكون ولد نصمم فيها وبعدين نحذفها عشان ننقل الملابس لشخصية البنت هذه ثلاثة راح تختار لبس تمام بحيث أنه يرصب معاك لنهاية المقطع وتحذف جميع الملابس جميع اسماء الملابس الآن راح نبدأ في الخطوات أول شي اباك تعليق على استركشن مني والتتشبات وتروح تحط لاس توكيشن تمام وبعدين تروح محل الملابس تضغط على اللبس حقك اكس اكس وتجيك الدائرة برتقالية تحت في اليمين تمام تمام الآن نجي سهم يمين بعدها مربع تمام بعد ما اخترنا اللبس اللي نبغى وبعدين نحذف جميع التصاميم يا أساطير بهذا الشكل تمام بحيث ما يصير معانا ولا لبس الآن نرفع الجوال ونروح على الملابس الانترنت ونحط فلوسنا في البنك طبعا الكل عارف وين يحط فلوسه في البنك تمام عشان نقدر نستخدمها في الشخصية الثانية لما تكون الفلوس في البنك تمام يا حبايب بهذا الشكل الآن راح نضغط Start وبعدها Online وبعدها Swap Character نضغط X وبعدها X والآن يا أساطير جينا في اختيار الشخصية اللي هو Swap Character طيب الآن شخصيتنا اللي على اليسار بنت تكون لازم والولد يكون على اليمين الآن نختار الود بالX بهذا الشكل وبعدها راح يقول لنا راح ينقل اللفل ونقل اللفل الآن نضغط X ممتاز هنا إذا كانت بنت بهذا الشكل مثلا تمام حلوين يعني إذا كانت بنت زي كده تخليها ولد وبعدين اللي عليك تسوي Save Continue وبعدين تسميها أي اسم انت حاب تسميه وبعدها تضغط R2 وبعدها تقبل بالX وترسبن في السيرفر والآن يا أساطير بعد ما رسبلنا في السيرفر العام سواء رسبلنا في السيرفر العام أو خاص تمام أبا أقول لكم مشاكل وحلولها يا حباي أول شي إذا مثلا محل الملابس ما ظهر معاك يعني الشكل المحل الملابس ما ظهر معاك أو ما يمديك تخشه معناته كده الحل بسيط تضغط Start وتروح Online وتضغط Find New Session فقط تغير سيرفر عام تمام تمام ثاني شي بعض الشباب يروح لي مثلا أول ما يرسبن على السيرفر العام تمام سواء شخصية بنت أو ولد اللي يبغي يصمم فيها يروح لي Creator وبعدها يروح يصمم في السيرفر الخاص ويقول لي والقريتش ما زبط معاك كده أكيد ما راح يزبط معاك لأنك انت مخالف لخطوات القريتش تمام تمام أول ما ترسبنونه يا حبايب على طول عليك على Touchpad وعلى طول سوي Passive Mode بحيث انك حتى لو انت قعد تصمم واحد بحلك الكاشيرة غير محل الملابس وكمل باقي التصاميم تمام تمام الآن راح نبدأ في الخطوات أول شي يا حبايب راح نعلق على Structure Money والTouchpad ونروح Style Access Wires ونشيل جميع الاكس سوارات من على الشخصية تمام تمام أنا راح نصمم اللبس الأول لبس الأزرق مخفي الدراعة الآن راح توجه عند القمصان نضغط ساهم من عند القمصان راح نتوجه على رقم 41 نضغط بالإكس على رقم 41 وبعدها اللي هو رقم 22 نضغط بالإكس على رقم 22 بهذا الشكل الآن نرجع دائرة وبعدها يا حبايب نحاول نشيل الجاكيت لأنه إحنا يعني راح نحتاج اللي هو بدون الجاكيت تمام نحتاج بدون الجاكيت رقم ثلاثة وبعدين رقم واحد تمام يا حبايب تمام الآن راح نتوجه عند الشراويل نضغط ساهم من عند البناطيل الآن راح نروح رقم ثلاثة نضغط بالإكس على رقم ثلاثة وبعدها اللي هو رقم 13 نضغط بالإكس على رقم 13 بهذا الشكل الآن راح نتوجه عند الشوز نضغط ساهم من عند الشوز الآن راح نروح رقم 13 نضغط بالإكس على رقم 13 بهذا الشكل وبعدها راح نروح رقم 30 الآن راح نضغط إكس على رقم 30 بهذا الشكل أهم شي يا أسطير نفس الشكل ونفس الديز ونفس الاسم ما يغرركم الرقم ممكن الرقم عندي وعندكم يختلف تمام تمام الآن راح نتوجه عند الـ x سوارات نضغط سهم من عند الـ x سوارات الآن راح نروح رقم 7 نضغط بالـ x على رقم 7 وبعدها اللي هو رقم 12 نضغط بالـ x على رقم 12 بهذا الشكل الآن وإحنا واقفين نضغط مربع ونسميه بهذا الاسم black blue عفواً رقم واحد بعد ما سمينا بهذا الشكل الآن راح نتوجه للتصميم الثاني تابع له نروح عند القمصان نضغط سهم من عند القمصان الآن راح نروح رقم 3 نضغط بالـ x على رقم 3 وبعدها اللي هو رقم 2 الآن نرجع بالدائرة وبعدها راح نروح رقم 48 نضغط بالـ x على رقم 48 وبعدها اللي هو رقم 19 الآن راح نرجع بالدائرة مرة أخرى وراح نروح رقم 50 نضغط بالـ x على رقم 50 بهذا الشكل وبعدها اللي هو رقم 15 نضغط بالإكس على رقم خمسة عشر الآن يا حباب نفس القلافز وبعدها يعني نفس القلافز اللي كان قبل في التصميم الأول دائرة دائرة تمام؟ نروح عند الإكس سوارات وبعدين القلافز وبعدها اللي هو رقم اثناش نضغط عليه بالإكس بهذا الشكل وبعدها نضغط مربع ونحفظه على ثاني خانة نكتب عليه بلو رقم اثنين الآن يا حباب أنتهينا من التصميم الأول أول لبسة الأول الآن راح نصمم اللبس الثاني يا أساطير والآن يا أساطير راح نصمم اللبس الثاني اللي هو لبس البنفسجي مع جاكيت مهندس النظافة الآن نجي عند الكاشير ورح نضغط سهم يمين وبعدها راح نروح رقم سبعة وأربعين نضغط بالإكس على رقم سبعة وأربعين وبعدها رقم خمسة وعشرين نضغط بالإكس على رقم خمسة وعشرين بهذا الشكل الآن راح نتوجه عند البناطيل نضغط سهم يمين عند البناطيل الآن راح نروح رقم ثلاثة نضغط بالإكس على رقم ثلاثة وبعدها اللي هو رقم ستة عشر نضغط بالإكس على رقم ستة عشر الآن راح نتوجه عند الشوز نضغط سهم عند الشوز الآن راح نروح رقم ثلاثة عشر نضغط بالإكس على رقم ثلاثة عشر وبعدها اللي هو رقم ثلاثين نضغط بالإكس على رقم ثلاثين بهذا الشكل الآن يا حبايب نروح عند الإكسسورات نضغط سهم عند الإكسسورات الآن راح نروح رقم 7 وبعدها اللي هو رقم 12 نضغط بالإكس على رقم 12 الآن يا حبايب وإحنا واكفين نضغط مربع ونترك خانة ونكتب عليه اللي هو بيربول بعد ما سجلنا عليه بيربول رقم 1 الآن راح نصمم اللبس الثاني التابع له نتوجه عند القمصان نضغط سهم عند القمصان الآن راح نروح رقم 3 نضغط بالإكس على رقم 3 وبعدها اللي هو رقم 2 نضغط بالإكس على رقم 2 بهذا الشكل الآن نرجع دائرة ونروح رقم 48 نضغط بالإكس على رقم 48 وبعدها اللي هو رقم 19 نضغط بالإكس على رقم 19 الآن نرجع مرة أخرى دائرة وبعدين راح نروح رقم 50 نضغط بالإكس على رقم 50 وبعدها اللي هو رقم 15 نضغط بالإكس على رقم 15 الآن راح نتوجه عند الشوز نضغط سهم من عند الشوز الآن نضغط بالإكس على رقم 2 وبعدها كذلك رقم 2 بالإكس الآن نرجع للإكس السوارات نضغط سهمين عند الإكس السوارات الآن راح نروح رقم 7 القلفزات وبعدها القلفز رقم 12 نضغط بالإكس على القلفز رقم 12 الآن راح نتوجه عند الكابات نضغط سهمين عند الكابات الآن راح نتوجه على رقم 22 نضغط بالإكس على رقم 22 وبعدها اللي هو رقم 71 نضغط بالإكس على رقم 71 الآن وحنا واقفين نضغط مربع ونكتب عليه PairPool رقم 2 بعد ما صممنا اللبس الثاني الآن راح نتوجه عشان نصمم اللبس الثالث والآن يا حبايب راح نجي نصمم اللبس الثالث اللي هو لبس الشطرنج إن شاء الله الملابس هذي تنال إعجابكم الآن نتوجه عند القمصان نضغط سهمين عند القمصان الآن راح نروح رقم 41 نضغط بالX على رقم 41 وبعدها اللي هو رقم 35 نضغط بالX على رقم 35 راح نتوجه عند البناطيل نضغط سهمين عند البناطيل الآن راح نروح رقم 8 نضغط بالX على رقم 8 وبعدها اللي هو رقم 44 نضغط بالX على رقم 44 الآن راح نتوجه عند الشوز نضغط سهمين عند الشوز الآن راح نروح رقم 9 نضغط بالX على رقم 9 وبعدها اللي هو رقم 48 نضغط بالX على رقم 48 بهذا الشكل الآن راح نتوجه عند الكابات نضغط سهمين عند الكابات الآن راح نروح رقم 2 بالإكس وبعدها راح نروح رقم 6 و 5 نضغط بالإكس على رقم 56 بهذا الشكل الآن راح نتوجه عند الإكس سوارات نضغط سهبي من عند الإكس سوارات الآن راح نروح رقم 7 وبعدها اللي هو رقم 62 نضغط بالإكس على 62 بهذا الشكل الآن راح نتوجه عند النظارات نضغط سهبي من عند النظارات الآن راح نروح رقم أربعة نضغط بالإكس على رقم أربعة وبعدها إلي هو رقم ثلاثة عشر نضغط بالإكس على رقم ثلاثة عشر الآن وإحنا واكفي في محلنا الضاء أو في مكاننا الضارات نضغط مربع وبعدها نترك خانة ونحطه في خانة رقم سبعة ونكتب عليه مثلا شطرنج بعد ما سميته شطرنج الآن راح ننتقل لللبس الرابع عشان نصممه يا أصدير والآن يا حبايب جينا عشان نصمم اللبس الرابع لبس الطيار الأخضر وإن شاء الله الملابس تنال إعجابكم الآن نجي عند القمصان راح نضغط سهم يمين وبعدها راح نروح رقم ثلاثة وعشرين نضغط بالإكس على رقم ثلاثة وعشرين وبعدها إلي هو رقم ستة نضغط بالإكس على رقم ستة الآن راح نتوجه عند البناطيل نضغط سهم ما عند البناطيل الآن راح نروح رقم خمسة نضغط بالإكس على رقم خمسة وبعدها إلي هو رقم ثلاثة وخمسة نضغط بالإكس على رقم 53 الآن راح نتوجه عند الشوز نضغط سهم ما عند الشوز الآن راح نروح رقم 4 نضغط بالإكس على رقم 4 وبعدها اللي هو رقم 15 نضغط بالإكس على رقم 15 بهذا الشكل الآن يا حبايب دائرة دائرة وبعدين نشين النظارة والكاب يعني الإكسسورات هذه تمام؟ بهذا الشكل الآن نرجع نحفظ اللبس سهم يمين وبعدها مربع ونترك خانة يا حبايب ونكتب في خانة رقم 9 اللي هو لبس الطيار بعد ما سمينا الطيار قليني يا حبايب الآن راح نروح نصمم اللبس الخامس والآخر والآن يا حلوين راح نصمم اللبس الخامس اللي هو اللبس البني مخفي الأيادي مدموج مع الشطرنج إن شاء الله تنال عجابكم هذه الملابس الآن نجي عند البناطيل نضغط سهم يمين وبعدها راح نروح رقم 5 نضغط بالإكس على رقم 5 وبعدها رقم 32 نضغط بالإكس على رقم 32 الآن راح نروح عند القمصان نضغط سهم يمين عند القمصان الآن راح نروح رقم 41 نضغط بالإكس على رقم 41 وبعدها رقم 35 نضغط بالإكس على رقم 35 الآن يا حبايب نفس الغلفز ورح نتوجه على الشوز نضغط سهم من عند الشوز الآن رح نروح رقم 10 نضغط بالإكس على رقم 10 وبعدين اللي هو رقم 60 نضغط بالإكس على رقم 60 بهذا الشكل الآن يا حباب نتوجه عند الكابات نضغط سهم من عند الكابات الآن رقم 10 نضغط بالإكس على رقم 10 على الكابات وبعدها رقم 21 نضغط بالإكس على رقم 21 الآن رح نتوجه عند الإكسسوارات نضغط ساهم مندل إكس سوارات الآن رقم واحد بالإكس وبعدها رقم خمسة وثلاثين نضغط بالإكس على رقم خمسة وثلاثين بهذا الشكل والآن يا حبايب وإحنا واقفين راح نضغط مربع وبعدين راح نسميه يعني في خانة رقم 11 نكتب عليه brown cheese والآن يا حبايب بعد ما صممنا بهذا الشكل اللبس الخامس الآن خلصنا من جميع التصاميم الآن يا حبايب اللي عليك تسويه تعلق على التاتش باد وبعدها تغير ملابسك تمام تغير الملابس حقتك بهذا الشكل وبعدها تجيكم الدائرة البرتقالية تحت في اليمين وبعد ما تخلص الدائرة البرتقالية على طول علق على التاتش باد وبعدها أذبحوا أنفسكم بهذا الشكل والآن يا حبايب على طول نضغط start وبعدها online وبعدها راح نروح على طول creator والآن يا أساطير رسبنا في الكرييتر الآن نضغط على الكلمة الثانية بالـ X وبعدها الكلمة الأولى بالـ X ورح تجينا سالة ونضغط كمان عليها بالـ X وبعدها راح يرفعنا في الجو وبعدين راح ينزلنا مرة ثانية ونضغط start وبعدين نروح online وبعدها choose character اللي هي اختيار الشخصية نضغط X وبعدها X ممتاز والآن يا أساطير جينا في اختيار الشخصية ركزوا معاه في هذه الخطوات الآن راح نجي عند شخصية الولد بهذا الشكل وبعدها راح نضغط مربع ورح يقول لنا راح نحذف كل شي من عن الشخصية ونضغط عليها بالـ X وبعدين بالـ English نكتب كلمة delete بعد ما نكتب كلمة delete نضغط R2 ورح تجي رسالة أنه راح يحذف كل شي من عند الشخصية ورح يرجعنا مرة ثانية لاختيار الشخصية ورح أقول لكم إيش راح نسوي الآن يا أساطير الآن نركز معاي في هذه الخطوة يعني أباكم تركزون مرة الآن نجي على شخصية الولد ساهم مين وبعدين نجي على شخصية البنت بهذا الشكل الآن راح نضغط دائرة واحدة فقط وبعدها راح يرس بنا لطول القصة الأوفلاين والآن يا حباب جينا في الأوفلاين نضغط start وبعدها روح أولاين وبعدها بلجت أولاين وبعدها إذا كان عندك أحد يساعدك تروح لسيرفر خاص إذا ما في أحد يساعدك روح لسيرفر عام تمام تمام الآن أنا عندي أحد فبروح سفر خاص وارجع لكم مرة ثانية ممتاز الآن بعد ما رسمنا في السيرفر الخاص أو العام اللي عليك تسويه زمتم شايفين لبسي اللي في البداية اخترته موجود معايا لنهاية المقطع الآن نضغط سهم يمين وبعدها يا حبائب رح نروح للملابس المحفوظة أول شي تمام تمام الآن رح نلاحظ في ثلاث ملابس رح ترصب معنا يا حبائب أول شي اللبس الأول وهذا اللبس الثاني وهذا اللبس الثالث هذه هي يا أخوان اللي رح ترصب معنا لكن اللبسين هذه احنا رح نجيبها تمام تمام الآن قبل كل شي نضغط مربع ونحفظ اللبس حقنا هذا الأساسي اللي هو حق اللي أنا أبغاه يرصب معي لنهاية المقطع الآن اللبس الأول هذا تمام نختاره ونضغط مربع ونحفظه في خان رقم 19 تمام يا حبائب تمام على السريع وبعدين اللبس اللي هو كمان الطيارة الأخضر مربع ونحفظه في خان رقم 18 وبعدها اللي هو كمان اللبس اللي هو اللي هو البني مع أو الرصاصي مع الشطرنج نضغط مربع تمام ونكتب عليه في خان رقم 17 بعد ما سمينا الثلاثة ملابس هذي يا حبائب حلوين حلوين اللي عليك تسوي تحذفها مربع وبعدين بالمثلث وإكس تمام تمام الآن يتبقى لنا اللبس اللي هو الأول واللبس الثاني عشان نجيب اللبس الأول يا حبائب نروح عند القمصان نضغط ساها من عند القمصان الآن راح نتوجه رقم 39 نضغط بالإكس على رقم 39 وبعدها اللي هو رقم 4 نضغط بالإكس على رقم 4 الآن يا حبائب زي ما أنتم يعارفين حذفوا مهمات الدمج أنا بترك لكم مهمة وبحط لكم الرابط حقها تحت في صندوق الوصف تضغطون باب نتحملونها يعني بعدين جوبز وبعدها اللي هي ميشنز هذه مهمة قديمة جدا تمام لكن بترك لكم رابطات تحملونا يا حو عشان تقدر تدمجوا ملابسكم بشكل يعني يعني بأرياحية تامة تمام الآن راح ندخلها إكس وبعدها إكس ممتاز يا حبائب بعد ما رصبنا في مهمة الدمج وأشكر مشرفي مهند على مساعدتي لهذه الخطوات الآن يا حبائب راح نروح الخيار الثاني ونخليه بلاير سيفت أوت سفيت تمام وبعدها راح نبدأ الميشن بدون أي مشاكل ممتاز الآن يا حبائب مرتين راح نضغط سهام يمين واحد اثنين وبعدها راح نضغط رد بشكل طبيعي جدا علوي الآن اللي عليك تسوي تاخذ أي سيارة أو أي دباب في الشارع وتتوجه لأقرب بيت عندك لك في الخريطة الآن بروح وارجع لكم مرة ثانية ولن يا حبائب اتوجهنا لأقرب بيت لنا في الخريطة ورح نحفظ اللبس ونطلع من المهمة ورح نروح عند دولاب الملابس الآن رح نطلع من الدرج وبعد نحفظ اللبس ونخرج من المهمة بشكل طبيعي جدا الآن الآن ساهم يمين وبعدها مربع وبعدين نحفظه في الخانة رقم 16 ونكتب عليه مثلا إبلو بعد ما كتبنا عليه رح نحذف أول تصميمة لللبس حقنا بالمثلث وإكس بهذا الشكل الآن دائرة دائرة نرفع الجول بسان فوق وبعدين إكس مربع إكس وأرسبن وارجع لكم مرة ثانية والآن يا حبايب بعد ما رسبنا من مهمة الدمج نضغط سهم يمين وبعدها يا حباب إذا أنتم شايفين جبنا اللي هو اللبس الأزرق الآن يتبقى لنا اللبس الأخير طبعا عشان نجيب اللبس الأخير رح نتوجع عنده القمصان نضغط سهم من عنده القمصان الآن رح نروح رقم 39 نضغط بالإكس على رقم 39 وبعدها اللي هو رقم 2 نضغط بالإكس على رقم 2 وبعدها يا أخوان أنتم معارفين تخش المهمة من وين وتدمجون الآن أنا بخش على المهمة عشان ندمج عشان لا نطول المقطع أكثر من اللازم ممتاز الآن يا حباب على طول دخلت مهمة الدمج طبعا أنتم معارفين من فين الخيار وعارفين كل شيء ونفين تخش المهمة ونفين تحطوا الخيار حق الدمج وبعدها دمجون طيب سهم يمين وبعدها كذلك سهم يمين مرة أخرى الآن رح نضغط رد بشكل طبيعي جدا ممتاز الآن هذا هو اللبس الأخير الآن يا حباب رح أتوجه لأقرب محل عفوا لأقرب بيت لي في الخريطة وارجع لكم مرة ثاني والآن يا حباب زمتوا شايفين تتوجه لأقرب بيت وبعدها تدخل تحفظ وبعدها تخرج من المهمة بشكل طبيعي من حق الدمج والآن رح نروح ندولاب الملابس طبعا ونحفظ اللبس ونخرج من المهمة بشكل طبيعي جدا وآسفيني يا أخوان علي طالة الفيديو وإن شاء الله الملابس تنال عجابكم وكانت عليكم سهلة وبسيطة الآن سهم يمين وبعدها يا أساطير نضغط مربع وبعدها نحفظها في خانة وبعدها نسميها أي اسم تمام؟ أي اسم أنتم حابين تسمونها يا حبيب بعد ما سميتوها بهذا الشكل إلا عليك تسوي تحذف خلاصة التصاميم وما عندنا نداعي فيها أبدا الآن دائرة دائرة نرفع الجو بسان فوق بعدين اكس مربع اكس وأرسبن وارجع لكم والآن يا حبيب بعد ما رسبنا من مهمة الدمج الآن سهم يمين وبعدها يا أخوان رح نستعرض لكم الملابس ونختم المقطع الآن رح نجي عند الملابس حقتنا المحفوظة خلاص هذا اللبس الأول والأساسي اللي قلت لكم وراح رسبهم معنا تمام؟ تمام هذا اللبس الأول هذا اللبس الثاني هذا اللبس الثالث وهذا اللبس الرابع وهذا اللبس الخامس أتمنى يا أسطير إن الملابس نالت عجابكم وإن شاء الله أنا ما كنت أطولت عليكم وسمحوني على الإطالة ولا تنسوني بالدعم واللايك والنشر والاشتراك ولا تنسون تدخلوني عشرين ألف ما بقي شيء على العشرين ألف وأي سؤال أو استفسار جميع الروابط في الوصف ونشوفكم في مقاطع جديدة وفي أمان الله اشتركوا في القناة